طيب يعني بالنسبة للقرارات الاقتصادية الأخيرة نعم وتعويم سعر الصرف زيادة سعر دولار هل ده مبارك؟ هو الدولار مزدش هو اللي انخفض الجنيه الجنيه العملة المحلية بحاول يعني لا 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 هو طبعا حصل تحرير في سعر الصرف وخلي بالحضرتك من حاجة ان الاقتصاد على المستوى العالم حصل فيه تباطب كبير يعني بعد الريكوفري من كورونا او بعد التعافي من كورونا وصل معدل نمو الاقتصاد العالمي 5.8 في السنة دي 22 واحنا قاربنا على نهاية السنة متوقع ان يبقى معدلات نمو الاقتصاد العالمي 3.2 السنة جاية 2.1 ده مؤشر ان الاقتصاد على مستوى العالم ينكمش مش كده بس ان التضخم او زيادات السعرية التي طرأت على السلع الاستراتيجية والاساسية زي الطاقة زي الطعام وزي ما ذكرت لحضرتك في اول حلقة بقينا نشهد زيادات سعرية في البورصات العالمية الضعف و3 اضعاف فده كله ألقى بزلاله على الاقتصاد العالمي الاقتصاد العالمي يسير في اتجاه الركود مش الكساد هتكلم في موضوع الاقتصاد العالمي بس خليني الاول بس اسأل حضرتك بسه في النقطة دي فكرة انه سعر الدولار لما يتغير بالنسبة لنا قد ايه ده بيأثر على اسعار السلع والخدمات جوى مصر هو يعني دايما احنا عندنا الجنيه المصري مرتبط بالدولار وعشان كده البنك المركزي اعلن ان هناك مؤشر جديد على اساس اعرف تحركات الجنيه المصري مقابل سلة من العملات لما حصل تحرير لسعر الصرف حصل ليه اولا الدولار هو سلعة اي سلعة لها سعرين فيها مضاربات وفيها سوق سودا اكيد فمهم جدا ان يكون هناك تقارب في الاسعار في الاقتصاد الرسمي والاقتصاد الغير رسمي ده الاي سلعة طيب احنا كان عندنا الدولار بيتم تداوله باكثر من سعر سعره في القطاع المصرفي كان قبل تحرير وصل الى 19 جنيه 70 قرش ثم تم التحرير في من سبوع اللي فات يوم الخميس وصل الى 23 جنيه و60 قرش وحصل زيادات لانك تركتيه للعرض والطلب تحديد سعر الصرف هو جزء من العرض والطلب لما سعر الصرف زاد فنتوقع ان هناك تضخم بس الحكومة استبقت هذا التضخم بحزمة من الحماية الاجتماعية ان هي عملت علاوة 300 جنيه للعملين في الدولة ان رفعت الحد الادنى للدخول من 2700 الى 3000 جنيه ان هي لن تحرك اسعار الطاقة حتى 36 القادم ان هي حصل تمديد لما تعلق بدعم السلعة التمونية لـ 36 2023 هذه الاستباقات التي حدثت من قبل الدولة لتهدئة القرارات الاقتصادية هل هناك تضخم سيحدث خلال الفترة القادمة؟ نعم ولكن الدولة ادرت خلال الفترة الصادقة اجراءات الحماية الاجتماعية باجراءات حماية الاجتماعية للتخفيض تمرير هذا التضخم للمواطن المصري فبالطبع مع تحرير سعر الصرف هناك مميزات اقتصادية زي قدرتك على التصدير باسعار تنافسية ده رقم واحد ولكن من ناحية الاخرى ان قد نشهد موجات تضخمية بالاضافة الى الموجات التضخمية القادمة من الخارج التضخم في امريكا وصل 9% في اوروبا تعدى 10% كان التضخم لا يتعدى 1% قبل كورونا يعني عارف حركة المواطن اللي بيتفرج علينا دلوقتي سيقول يعني اللي بيحصل في امريكا بيأثر علينا ازاي وكمان حركة قلت اصل جملة انه سعر الدولار مرتبط بسعر الجنيه او سعر الجنيه مرتبط بسعر الدولار صحيح فيعني اولا هو ليه يعني ليه انا يعني اعوز لان معظم معاملاتك التجارية انا ليه كجنيه مرتبط الدولار اه مع موسكو مع روسيا يكون هناك قادمين من السياحة الروسية يدفعوا بالروبل وان احنا نستخدم هذا الروبل في استخدام بعض السلع من روسيا نفس القصة مع الصين الميزان التجاري وحجم المعاملات التجارية سواء بالدولر او باليورو او باليين هو اللي بيفرض عليكي ان الجنيه المصري يبقى مرتبط بعملة معينة احنا من زمن نقول العملة الصعبة صحيح هي كانت صعبة ليه لانها كانت لا تأتي فكان هناك صعوبة في ايتيان هذه العملة اما النهاردة الحقيقة ففي التدفقات دولارية سواء من قناة السويس سواء من السياحة سواء من الاستثمار الاجنبي سواء من تحويلات المصريين في الخارج او التصدير النهاردة التصدير وصل لما يقرب من 45 مليار دولار والحقيقة دي تطفرة حدثت عن العام المنصارب تحويلات المصريين في الخارج 32 مليار دولار السياحة تقريبا 10 مليار دولار قناة السويس 7 مليار دولار ولكن انت عندك اعباء دولارية عندك استيراض عندك سياحة خارجية المصريين الذين يقومون بالتنقل الى خارج وهي يعني تحجيم او تقليل لحجم الدولارات اللي ممكن يصرفها المصري اصبح هناك دوابط فرضها القطاع المصرفي اعتقد ايه زي 500 دولار سحب من الاتم في الخارج وحدود او اسقف معينة في المشترايات شهرية نعم ده صحيح ولكن انا اتصور مع القرارات الاقتصادية الجديدة مع قرد صندوق النقد الدولي مع الاتفاق مع بعض الجهات المناحة الاخرى فالدولار حيتوفر الدولار لما يتوفر تقدري انك انت تطبطي السوق هو عرض وطلب لو الدولار في ندرة فبالتالي سعر الصرف بيزيد لو الدولار في فائد يعني الدولة لديها فائد من الدولار حينضبط سعر الصرف طوقعتك ايه لسعر الصرف الدولار الفترة القادمة شوفي حتفضلي تشهدي ارتفاعات وانخفاضات في سعر الصرف ان يستقر او تستقر الامور يعني دايما بتحدث عن 3 اربع شهور هتفضلي تسمعي ارتفاع وانخفاض في سعر الصرف تمام النهاردة كنا بنتكلم على 24 جنيه الزبوع اللي فات كان 23 جنيه 60 ارش وقفل فالنهاردة اللي يقدر يقول لحضرتك سعر الصرف العادي الكام صعب جدا صعب بس ممكن سعر الصرف المتوقع ولا حتى المتوقع لان ليه لما تقول يا حضرتك الالم ده متوقع يبقى بكام طبقا ليه العرض والطلب لو الالم ده موجود في السوق بكمية كبيرة والدماند او الطلب عليه قليل ايه اللي هيحصل لو هو موجود بكمية هيبتدي السعر ينخف بالضبط اه لو هو فيه ندرة في عرض هذا الالم مع اقبال شديد او طلب كبير حيرتفع السعر فاحنا عايزين نستخدم الدولار كسلعة طول ما المعروض من الدولار كبير واستقر الطلب فسعر الصرف حينخفض لو هناك ندرة في الدولار والطلب عليه متزايد حيرتفع سعر الصرف فهو دعونا نتعامل مع الدولار كسلعة خلاص عرض وطلب هناك اجراءات بيقوم بيها بزي وزي الدهب دلوقتي زي اي سلعة زي الدهب النهاردة يعني فيه ناس ما تقول سعر الصرف بيزداد سعر الدهب بينخفض وهكذا بس انا شايف سعر دولار زي وسعر الدهب زي برم حرجع تاني للنقطة بثاعة العرض والطلب فيه اودز دايما او هناك نوع من اقول ايه الاستثناءات في الاقتصاد خصوصا فيه الاوقات اللي فيها نوع من عدم اليقين احنا في فترة عدم يقين على مستوى الاقتصاد العالمي البترول شوفيه يوصل غاية 120 دولار وبعد كده نخفض ثم التوجه يزداد بعد الاتفاق اللي حصل بتقليل حجم انتاج البترول 2 مليون برميل يوميا